قبل أن أقرأ الحديث الذي ذكرت لكم في الحلقة الماضية من أنني سأعرضه بين أيديكم قبل أن أقرأ هذا الحديث الشريف المهم خلاصة لمضمون التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية كان الله ولم يكن معه شيء مر الحديث في هذا الركن وهو الركن الأول من أركان عقيدتنا التوحيدية كان الله ولم يكن معه شيء أول ما خلق الله خلق المشيئة بنفسها والمشيئة عنوان للحقيقة المحمدية لأننا إذا أردنا أن نجمع بين كل المعطيات التي ترتبط بهذا الموضوع من آيات القرآن بحسب تفسيرهم كما بايعنا بيعة الغدير ومن أحاديثهم وهي كثيرة وكثيرة جدا في هذا الموضوع ومن خطبهم ومن زياراتهم ومن أدعيتهم عندنا كم هائل من النصوص والحقائق والمعطيات في هذا الموضوع لكن أغبياء النجف تركوا كل هذا لماذا؟ اقتداءا بدين السقيفة بني ساعدة والتزاما بعلم كلامهم وتمسكا بقواعد العقائد عندهم وتركوا كل هذه الحقائق وحبسوا أنفسهم في مرحلة التنزيل التي نسخت 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 لهذا السبب توقفت عقولهم ولهذا السبب لم يوفقوا مطلقا وما نالوا شيئا من نور بصيرة يهتدون بها ظلوا يترددون في حيرتهم فجاءون بدين مرقع أنتم تلاحظون ما عرضته لكم من بداية هذا البرنامج تلاحظون أنني أتحدث عن لوحة واحدة عن منظومة عقائدية متماسكة كل أجزائها ترتبط ببعضها رباطا وثيقا منذ أول حرف إلى هذه اللحظة وسيبقى هذا الحال مستمرا بنفس هذه الطريقة مراد إلى أن ينتهي البرنامج مراد إلى أن تنتهي مجموعة الحلقات هذه التي عنوانها مجموعة حلقات أعرف إمامك لاحظتم أن نظاما متسقا ومستوسقا ومتناسقا ومتكاملا في كل الذي طرح في هذه الحلقات عودوا إلى ما كتبه مراجع النجف في العقائد إنها مرقعات مثل ما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية جودلية وبيض خياطة من كل زيج رقعة بالضبط دينكم وعقيدتكم التي أخذتموها من مراجع النجف من حوزة الطوسي من كل زيج رقعة مجموعة من الرقع أعود إلى ما أريد أن أتحدث عن مشكلة النجف مشكلة كبيرة لا أستطيع أن أغطيها بدقائق هذه طامة كبيرة قادت أسلافنا إلى الضلال ولا زالت تقود الأجيال المعاصرة وحتى الأجيال القادمة فإنهم يقودون هذه الأجيال إلى الضلال مثل ما قال إمامنا الصادق بالضبط فضلوا وأضلوه هؤلاء المراجع ضلوا وأضلوا الشيعة فضلوا وأضلوه كما في رواية التقليد الموجودة في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه على أي حال كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة إنها المشيئة التي خلقها بنفسها إنها النور الأول إنها الصادر الأول إنها الخلق الأول إنها المخلوق الأول إنها الروح الأول إنها العرش الأول إنها اللوح الأول إنها القلم الأول إنها النون الأول مصطلحات وعناوين كثيرة يمكننا أن نتلمسها في أحاديثهم الشريفة لا أريد أن أقف كثيرا عند هذه العناوين وعند هذه المصطلحات إلا أننا سنستعمل العنوان الذي وردنا على شفاه محمد صلى الله عليه وآله من عمه أبي طالب إنها الحقيقة المحمدية الحقيقة المحمدية لها وجه من حيث الله هذا هو الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره الإسم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقه سبحانه وتعالى واستقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره هذا هو الوجه الذي استقر في ظله فلا يخرج منه إلى غيره ونحن لا نملك إشارة ولا عنوانا ولا لفظا يشير إلى هذا قد يقول قائل فكيف نملك عنوانا عنوانا ولفظا وإشارة تشير إلى الله ولا نملك عنوانا ولفظا وإشارة تشير إلى وجه الحقيقة المحمدية الذي استقر في ظل الله فلا يخرج منه إلى غيره كيف يكون ذلك سيأتي الكلام فإننا أيضا في المقام الأتم للتوحيد حينما يكتمل الحديث في أركان التوحيد الأربعة سنصل إلى هذه النقطة من أننا لا نملك لفظا ولا صوتا ولا إشارة تشير إليه سبحانه وتعالى ما هذا الكلام سيأتي لكن صورة لن تكتمل ما لم أضع النقاط على الحروف وبالتدريج إنني أحدثكم عن شيء ما سمعتم به سابقا لكنه ليس من صنعي هذه حقيقة التوحيد في دين محمد وآل محمد لأنكم لستم على دين محمد وآل محمد أنتم على دين مراجع النجف وهم كذبا وزورا يدعون أنهم على دين محمد وآل محمد إنهم على دين سقيفة وآل سقيفة إنهم على دين سيد قط وآل سيد قط إنهم على دين الطبري وآل الطبري إنهم على دين الفخر الرازي وآل الفخر الرازي إنهم على دين المعتزلة وآل المعتزلة إنهم على دين ابن عربي وآل ابن عربي إنهم على دين الأشاعرة وآل الأشاعرة إنهم على دين الشافعي وآل الشافعي هؤلاء أئمتكم من هنا جاءوكم بدينكم لذا تجدون هذا الكلام غريبا هذا الكلام غريب لأنكم غرباء عن دين محمد وآل محمد وسيعود الإسلام غريبا يا كامل يا كامل المؤمن غريب المؤمن غريب فطوبى للغرباء الإمام الباقر يقول لكامل التمار يا كامل يا كامل المؤمن غريب فطوبى للغرباء الناس من حوله بهائم هكذا يقول الأئمة الناس بهائم والمؤمن غريب غريب الناس بهائم ربما أفضل شيء أسوقه لتوضيحي كلمة الصادق من أن الناس بهائم من حول المؤمن والمؤمن غريب ما يقوله مراجعنا الكرام أتحفونا أتحفونا من رحمة على والديكم أتحفونا وأريحونا بالوثيقة الديخية ما لدي أجيب الأسماء واحد قال لي أدع على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لي لأخر بابل ما توصل النوبة إليها قال توصل اطمئنن تركبهم يعني بش اش يعني تركبهم وتقول لهم بيخ والله نف عباردة واحد من الأعلام أخبر خمسة قال لي مستعجب مش تراحبونا تركب يعني خلاقه أغامي شيني كما كان خلاقه أغامي شيني كذب غلاقه كان حالة تركبهم فقش ديخ عربي فقش وحق قرآن محمد هذا مراجعكم في النجف الذين تقلدونهم يصفونكم بالبائم حينما يجلسون في مجالسهم الخاصة ويتحدثون هم وأولادهم وأصهارهم وحق قرآن محمد هذا لست مجبرا أن أقسم بالقرآن أمامكم لكن الحقيقة هي هذه هذا هو حالكم ولذا تستغربون عقائد محمد وآل محمد هذه هي عقائد محمد وآل محمد التي أحدثكم عنها والتي يجب عليكم أن تتأكدوا من صحتها أنا لا أطلب منكم أن تتبعوني فأنا في غنى عنكم نستم محتاجا لكم ولا أطلب منكم أن تصدقوني أنا في مقام أداء وظيفة الشرعية صدقوني هذه الحقيقة أنا أدركتها منذ أن كنت في العشرين حين بلغت إلى العشرين من عمري كنت قد نضجت علميا وهذا الأمر يعرفه الذين عشت معهم هذا الأمر معروف عني في أجواء الحوزة القمية إنني نضجت علميا في العشرين وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع ما نحن بشيعة ما نحن بشيعة وفي ذلك الوقت أدركت بشكل قاطع من أن الدين الذي بين أيدينا ما هو بدين محمد وآل محمد ومن أننا لازلنا في مرحلة التنزيل وما انتقلنا إلى مرحلة التأويل الحكاية طويلة أنا لست محتاجا لكم هذه القضية واضحة عندي قبل أربعين سنة أكثر من أربعين سنة وضيفة الشرعية تلزمني أن أضع الحقائق بين أيديكم ولا أعبأ بالنتيجة التي تترتب على ذلك ولا أعبأ بموقفكم كيف سيكون تلك مشكلتكم تأكدوا من هذه الحقائق وعرفوا أن الدين الذي أنتم عليه ما هو بدين محمد وآل محمد بقايا من مرحلة التنزيل التي نسخت وشيء جاءوا به من مزابل نواصب السقيفة على اختلاف تفاريعهم واتجاهاتهم وبعد ذلك أضافوا إلى كل ذلك ما خرجت به عقولهم السفيهة لو كانت عقولهم حكيمة هل ذهبوا إلى مزابل النواصب السقيفة عقول سفيهة فأنتجت ما أنتجت ثم دلسوا ذلك بصبغة جاءوا بها من حديث العترة وثقافة العترة الطاهرة ولقد اختاروا ما هو الأقرب إلى النواصب هم مشغولون دائما حتى حينما يصلون إلى أمر صحيح ماذا سيقولون عنه السنة ماذا سيقولون ما علاقتنا بالسنة السنة هل يعبؤون بنا السنة أحرار في عقائدهم ونحن أحرار في عقائدنا فلذا أقول لكم أخاطب أبنائي وبناتي من أشياء الحجة بن الحسان لا صيرون سرابيت مثل مراجع النجاف ولا صيرون طاهين حظ مثل مراجع النجاف انتبهوا إلى دينكم لا شأن لكم بنواصب السقيفة نحن في طريق وهم في طريق هم أحرار فيما يعتقدون ولا نتدخل في شؤونهم ونحن أحرار فيما نعتقد ولا نريد لأحد أن يتدخل في شؤوننا أعود إلى كلامي فيما يرتبط في نشأة الحقيقة المحمدية فلها وجه إنه الوجه المصون إنه السر الإلهي المحمدي المخزون لها وجه مستقر في ظله سبحانه وتعالى حيث لا يخرج إلى غيره ولها وجه ظاهر مشرق أشرق بصفحة الوجود وما عليها فهذا الوجود صفحة أشرقت من ظاهر الحقيقة المحمدية وبعد ذلك رسمت الأسماء الحسنى التي هي من مجال ومظاهر الحقيقة المحمدية رسمت ما رسمت على صفحة الوجود ابتداء ابتداء من أعلى ما في الملأ الأعلى وانتهاء إلى أسفل مراتب الخلقيات إنها سورة القلم بعد البسملة في الآية الأولى من سورة القلم أتعلمون أن القلم هو اسم من أسماء علي في ثقافة العترة الطاهرة القلم علي هذه السورة سورة علي سورة القلم سورة علي نون والقلم وما يسطرون نون في ثقافة العترة محمد صلى الله عليه وآله هذا ما هو بشيء من عندي هذا تأويلهم هذا تفسيرهم نون هي الحقيقة المحمدية فنون في لغة العرب هي المحبرة هي دوات الحبر وفي الحبر هذا الذي هو في المحبرة كل الذي سيصطره القلم على صفحة الوجود على صفحة هذا الكتاب هناك كتاب آفاقي كتاب تكويني مثل ما عندنا كتاب تدويني هذا كتاب تدويني هو المصحف مر علينا في سورة الزخرف فماذا قرأنا في سورة الزخرف في الآيات الأولى إنا جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون حينما يسطر على الورق يتكون عندنا مصحف يتكون عندنا كتاب تدويني لكنه في الحقيقة هو انعكاس لكتاب تكويني في أعلى الرتب وإنه في أم الكتاب ذلك هو الكتاب التكويني الأصل وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم نون والقلم وما يسطرون القلم عنوان لعلي في تأويلهم هذه روايات وأحاديث من أحاديثهم إذا كنتم تستغربون هذه الثقافة المشكلة فيكم وأساس المشكلة أولئك الغبران في النجف إنهم أصحاب العمائم الإبليسية القذرة إنهم أصحاب العمائم العباسية الناصبية إنهم أصحاب العقول المعتزلية إنهم أولئك الذين نقضوا بيعة الغدير المحمدية مشكلتكم من هنا بدأت حاولوا أن تطهر عقولكم وقلوبكم من قذارات أولئك الفاشلين من قذارات أولئك الخائبين من قذارات أولئك الخائنين الذين خانوا العهود ونقضوا المواثيق مع محمد وآل محمد هذه هذه هي الحقيقة من الآخر من دون مجاملات هذا الحديث ما هو بحديث سياسي ولا هو بحديث إعلامي للتطبيل والتسويق هذا حديث العقيدة هذا حديث الدين هذا حديث البيعة الغديرية المحمدية هذا حديث العهد والميثاق مع الحجة ابن الحسن هذا منطق الحقيقة والصواب هذه الهداية في أجمل صورها وفي أكمل مراتبها هذا قرآنهم بتفسيرهم وهذا حديثهم بتفهيمهم صلوات الله عليهم نون عنوان للحقيقة المحمدية حيث كل الفيض الحبر الأمثلة حسية وماذا سيصنع القرآن لنا نحن بحاجة إلى أمثلة حسية توضع في قوالب لغوية إنا جعلناه قرآنا عربيا وضعت تلك الأمثلة الحسية في قوالب عربية لماذا لعلكم تعقلون وإلا فإن الحقيقة ليست كذلك وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي حكيم مر علينا في دعاء أبي طالب صلوات الله عليه سأل الله بالمحمدية المحمودة وبماذا وبالعلوية العالية في أم الكتاب هناك في أعلى العلو في أم الكتاب لعلي حكيم تلك هي العلوية العالية نون والقلم وما يسطرون فنون عنوان للحقيقة المحمدية التي فيها كل المدد كل المدد الذي مد به هذا الوجود من فيض إنه المداد المحمدي الخالص الصافي حيث يفيض هذا المداد عبر بوابته فالقلم بوابة المحبرة مثلما علي باب لمدينة العلم المحمدي هلا تلاحظون أن الرموز والإشارات والعناوين تتعانق تعانقا واضحا ألا لعنة على منهج حوزة النجاف ألا لعنة على هذا المنهج الخذر الذي بعد فيما بيننا وبين ثقافتنا القرآنية الأصيلة فجاءونا بتفاسير النواصب وجاءونا بثقافة النواصب وحالوا فيما بيننا وبين محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لا أجد وقتا كي أتعمق كثيرا في دلالة هذه الآيات إنما جئت بها مثالا تقريبيا نذهب إلى فاصل يا من في السماء عظمتو يا من في الأرض آياتو يا من في كل شيء دلائلو يا من في البحار عجائبو يا من في الجبال خزائنه يا من يبدو الخلق ثم يعيده يا من إليه يرجع الأمر كله يا من أظهر في كل شيء لطفا يا من أحسن كل شيء خلقا يا من تصرف وفي الخلائق قدرة سبهانك يا الله يا حبيبا من لا حبيبا لا يا طبيبا من لا طبيبا لا يا مجيبا من لا مجيبا يا شفيق من لا شفيق علىه يا رفيق من لا رفيق علىه يا مغيث من لا مغيث علىه يا دليل من لا دليل لا يا أنيس من لا أنيس لا يا رحمة من لا رحمة لا يا صاحب من لا صاحب لا سبهانك يا رحمة يا رحمة الله 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 للإسلام الله الله الحقيقة الحقيقة المحمدية من لا وجه مستتر مصون مخزون استقر في ظله سبحانه وتعالى فلا يخرج منه إلى غيره ووجه شعت منه الأسماء الحسنى إنها صفحة الوجود وما كتب القلم نون والقلم وما سطروا وما كتبوا وما رسموا حين نتحدث عن التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية نتحدث عنها حيث كانت ولم يكن شيء معها بعد أن خلقها سبحانه وتعالى وبعد ذلك صدرت الأشياء منها ولا بد أن نعرف من أن الحقيقة المحمدية من دونه سبحانه وتعالى تساوي صفرا لأنها أساسا لم تكن موجودة لأنها أساسا كانت صفرا وبعد ذلك وجدت كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بالكلمة بعد ذلك وجدت هذه المقامات لا بد أن تحفظ شديد الحفظ هذا الذي ذكرته لكم في ما تقدم في الحلقات الماضية من أن قاعدتين لا بد أن ننظر إليهما دائما ونحن نتحدث في مثل هذه المطالب حفظ الحيثيات هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثانية حفظ المقامات فلا بد أن تحفظ المقامات وإلا فإننا سنقع في خلط وخبط وذلك هو الضلال هذا الذي قاد الغلات إلى ما قادهم من السبائية والخطابية والبيانية والنصيرية إلى 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 هذه عملية الخبط والخلط بسبب الجهل المشكلة الأولى والأخيرة في هذا العالم الجهل فحينما يعود الناس إلى جهال فإن الجهال يتسيدون عليهم ويصبحون أئمة لهم ويعبثون بهم شر عبث هذا هو الذي فعله الغلات بأتباعهم على مر التأريخ وإلى يومنا هذا وهذا هو الذي فعله مراجع النجف بنا فهم جهال لا يفقهون دين محمد وآل محمد ربما يعرفون أشياء أخرى يفقهون دين سقيفة بني ساعدة لكنهم لا يفقهون دين محمد وآل محمد ومن هنا أوقعون في الضلالة والمتاهة وإلى هذا تشير كلماتهم على سبيل المثال كلمات أمير المؤمنين في خطبه وأحاديثه تخبر الشيعة في زمان الغيبة من أن تيههم سيكون أضعاف أضعاف تيه بني إسرائيل وهذا هو الذي نحن وقعنا فيه منذ بدايات الغيبة الكبرى وإلى يومنا هذا يأتينا مرجع فيعبث بنا إلى أن يموت وتتخلص الشيعة منه يأتينا مرجع آخر كي يعبث بنا مرة أخرى ومن عبث إلى عبث ومن ضلالة إلى ضلالة والأمر مستمر والذين يقفون في الصف بانتظار نوبة المرجعية كي يركبوا على ظهورنا مثل ما تقول الوثيقة الديخية تركبهم تركبهم مثل ما ركبهم وفلان وفلان الذين ينتظرون في الصف كي يستريحوا على ظهورنا ويقولون لنا ديخ ونحن مشرورون نتراقص نحرك حوافرنا الكريمة نضرب بها على الأرض فرحا هذا هو الواقع الشيعي من دون رتوش من دون أغطية من دون ستر ومن دون تدليس ومن دون تمويه هذا هو الواقع الشيعي مثل ما يقول باع الرقي بشرط السجين هذا بشرط السجين على عينك يا تاجر هذا هو واقعنا الشيعي كما هو سيتضح لنا المطلب شيئا فشيئا لكن بقيت ملاحظة واحدة وبعد ذلك أقرأ الحديث بين أيديكم مثلما الحقيقة المحمدية تساوي صفرا من دونه سبحانه وتعالى فهي كانت صفرا لا وجود لها كان الله ولم يكن معه شيء ولكنه أوجدها أوجدها بأعظم عظمته وأحبها أحبها إلى الحد الذي استقر وجهها وجهها المخزون وسرها المصون في ظله فلا يخرج منه إلى غيره كلمات نرددها نعرف دلالتها اللغوية فقط أما أغوارها الحقيقية بعمق معرفة الله ومعرفة الحقيقة المحمدية هذا ما لا نستطيع أن نتخيله ولو في حواشي 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 هذه المضامين العزيزة في أشرف مثل ضربه في قرآنه في سورة النور مثل المشكات ومثل المصباح والشجرة الزيتونة التي التي هي لا شرقية ولا غربية ماذا جاء في هذا المثال يكاد زيتها يضيء يضيء ولو لم تمسسه نار الأمثلة الحسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه لكن الله قال هذا في قرآنه هذه ما هي برواية حتى تجد طريقا إلى تكذيبها يكاد زيتها يضيء يضيء تلك الشجرة وتلك المشكات وذلك المصباح وتلك الحقيقة التي هي نور على نور يكاد زيتها يضيء يكاد من أفعال المقاربة فإن الآية هكذا تريد أن تقول لنا إن الحقيقة المحمدية لعلو شأنها ولعظمتها ولأنها مجمع كل جمال وجلال وكمال ولأن القدرة الإلهية بتمامها تجلت فيها فكأنها توجد بنفسها تكاد أن توجد بنفسها من دون الله سبحانه وتعالى الله هو الذي يقول عنها إنها أمثلة حسية تقرب من وجه وتبعد من وجوه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار إنها نار القدرة الإلهية ونار الجبروت الإلهي فهذا الزيت يكاد أن يضيء من عند نفسه لماذا لعظمة هذا الزيت فهو بنحو ذاتي قادر أن يشرق نورا فلأن الله أودع كل شيء في الحقيقة المحمدية هو يقول عنها يكاد زيتها يضيء من دوني تذكروا فعل المقاربة يكاد يعني أن ذلك ليس موجوداً في الواقع ولكن هذه التعابير تريد أن تشعرنا بعظمتي وعلوي وجلالي وسبحانيتي هذه الحقيقة المقدسة إنها الحقيقة المحمدية العظمى فمثل ما قلت لكم تساوي صفراً من دونه سبحانه وتعالى لماذا؟ لأنها كانت صفراً كانت مسبوقة بالعدم ولكنها بتعبير القرآن بحسبه سبحانه وتعالى لأنه قد وضع فيها كل شيء يكاد زيتها يضيء من دون أن تمسه النار يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار تلك هي الحقيقة المحمدية وهذا معنى الركن الثاني من أركان التوحيد وهو التوحيد وهو التوحيد في أفق الحقيقة المحمدية التي يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار يَا مُحَمَّدُ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا مُحَمَّدُ اكفيانا اكفيانا فإنكما كافيان وانصرانا وانصرانا فإنكما ناصران نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر